دكتور هاشم أنا عندي سؤال لحضرتك هل حضرتك الإخوان كان عندهم اتجاه لتصدير الثورات في الخارج سعيا وراء حلم الخلافة الإسلامية الموحدة وطبعا زيارة نجاد لمصر كانت واضحة جدا هل حضرتك الاتجاه ده فعلا كان اتجاههم ولا ده كان تفسيرات لمواقف الإخوان المسلمين كان لهم برنامج وبرنامج اقتصادي وبرنامج تنموي بس برنامج بتاع الجماعات الإرهابية اللي هو الإخوان المسلمين وهذه التنظيمات هو بيودين للولاء دائما عنده بيودين للولاء والبراء للخليفة بتاعه اللي هو حلم الخلافة الإسلامية وطبعا أردوغان كان سيد المواقف في هذا العمر لازم يرتمي في أحضان الشيعة من جانب وبذلك وحتى ما جاي طور السياحة أول فوق شيعي جالنا من إيران وكان كله للأسف كانوا 90% منهم زباط مخابرات إيرانية فعلا؟ ده حقيق وده مزبت تاريخيا ووسائقيا ومعالجاته طبعا لحد في وقت قريب لحدك عايز تشير أنت كان نوع من أنواع الاختراق الأمني برده لازم 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 الحاجة التانية هو إذر إزاي يلعب في الأمن القومي هو حاول يؤجج الصورات ويتفاعل معها في لبيك يا سوري إيه لبيك يا سوري أنت مش راح تنقذ الشعب السوري أنت رايح النهاردة بتتخلي مصر على نفس الوتيرة النهاردة تركيا بتلعب في جبهة سوريا من جانب والجانب العراقي بجانب آخر احنا نعلم أن السياسة دي عبارة عن السياسة والاقتصاد واجهين لهم لا واحدة دائما الهدف في اللعبة السياسية كله الوصول للاقتصاد أمريكا النهاردة ما خلقت الأزمات في النهاية عشان تحدث الاستقرار أنا تنعايزة 480 مليار منك سعودية علما بأن 480 مليار دول كافلين أن يعالجوا مشاكل خمس شعوب إيمن على عراق على ليبيا على الحدوتة دي كلها لكن هو الهدف النهاردة لا أنا بغير السيناريوهات سيناريو أوباما حاجة وسيناريو النهاردة ترامب حاجة تانية هو عمل أول حاجة حط نفسه في تبعيته لتركيا وكان كل أوامر الاقتصاد بتاعته كانت بتؤمر من تركيا وكان أحد السادة اللي كانوا من بقايا الوطنيين اللي في هذه المؤسسات حينما اتفع لمشروعات تطوير السكة الحديد تطوير متر الأنفاء الكلام ده راح لحد هناك لحد تركيا لياخد التعليمات تبشي إزاي ونقترض من مين وهكذا أتذكر كان فيه منحة أنا في سويسرا ده جاية لمصر لتطوير الصرف الصحي في أسوان المؤسسة السويسرية دي ده منحة لا تراد دي نانفاند بالأورجيزيشن يعني دي غير هاتفة للرب مفروض يوافق عليها البرلمان ولا لا يوافقها البرلمان إلا إن قال لا محمد شاهزين الكلام ده نحن عندها المؤسسة الألمانية هي اللي هتعمل الكلام ده كله نحولها لهم فلوس فهنا النهاردة أصبح بدليل حسن مالك حينما ضبط وده ده ده رجل أعمال معه قديه نص مليار دولار أيها فعلا مش ده مش مش شخص خيرة الشاطر أممه ممتلكاتي وأموالي لقوا في خزنته قديه في الشركاته دي كلها قبل ما يدخل السجون نص مليون جنيه إزاي أنت النهاردة بتتكلم في مية مية وخمسين مليون دولار فإذن أن هذه الجماعة استخدمت واستخدمت استخدمت النهاردة استخدمت بجهات خارجية بجهات خارجية نحن عارفين كلنا إيران أمريكا تركيا طبعا قطر نفس الحدوثة كان في هذا التوقيت إنجلترا وقد ألمانيا لسه ماشي على نفس الوطيرة وغير 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 النهاردة بدأت النهاردة تحاول تدمير المؤسسات تحاول تستميل القادة العامة القطر مسلحة كان ساعتها الفريق عبدالفتاح السيسي أجابوت هنمسك رئيس وزراء قال لهم ولا يلزمني أنا جاي لك بقول لك ده أنا بمثل المجلس الأعلى لقوات مسلحة أيوه تعال يا سادة لو أحمد وصف أنت هتمسك تمسك رئيس أركان ولا وزير الدفاع نفس القصة تربط مجرسة الوطنية الفريح مزاكل النهاردة وزير الدفاع تعال أنت النهاردة نفس الكلام ده شغل المؤامرات بتهم يستخدم الشخص لتحقيق هدفه أنت النهاردة عايز تعمل إيه حلم الخلافة الإسلامية واللي بيحصل ليه عنده هدف تنموي بس هو الجماعة أما يجيب واحد غير مؤهل زي إيه يا حامد يحط وزير استثمار كل هدفه إيه بالزبط جمع أموال الرجال الأعمال اللي كانوا بيتصالحوا في هذا التوقيت أنا أتذكر كنت في مكتب وزير المالية في هذا التوقيت الإخوان ولد من الشباب اللي هما كان محاسب قانوني في مكتب ويتصالح مع أحد رجال الأعمال بالملايين فبقول له يا مصطفى ونا عارفه طبعا كان بفاكرينه متظاهر طبيعي زي الناس المصريين انت قد إيه اللي جابك هنا وخدت من فلان قديه قال كذا ده ناظوري باخده بحصل للمكتب الإرشاة بهذا الوضوح بهذا الوضوح والسفافية الناس دي فيه أوراق مكشوفة ولذلك الكلام ده لكن يجي لحد بقى المؤسسات السيادية أما جاء خطاياهم العشرة اللي بدأوها من أخوانة الدولة وموضوع محاسبة المحكمة الدستورية ده بيحاول يرغم الشعب لا هنفرض سياسة الأمر واقع عليكم لكن هنا المشهد لازم وذلك المرئيسة بفتاح سيبقى برنامجه الاقتصادي قال الفاترة الولاية التانية دي هي عبارة عن إعادة بناء الإنسان المصري مش تعليم بس ولا صحة بس لا هو عايز يبنيك كتعليم وكصحة وتستفيد من المشروعات دي وتستفيد النهاردة أن دخلك يزيد وغيره 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 من إيه من سلسلة الإصلاحات لأن لو نتكلم في أرقامك تصدى عشان نسهل الأمور كان مؤشر التنمية كام في عهدك يا مرسي واحد وخمسة وعشرين من مئة في المية طب قبل خمسة 24 يناير كان كام سبعة ونص في المية احتياط البنك المركزي تخطى لاربعين مليار ده في عهد عسني مبارك فمصر كانت من أكبر خمس دول في الميدل إيست وفي أفريقيا في معادلات التنمية فإيه لنهاردة وصلتين لإيه خمستاشر أو تسعتاشر بالزبط مليار احتياط بنك مركزي منهم ستة ودايع قطرية تركية وصلت تلتاشر ونص وكان عليك إيه الكلام أنت النهاردة بتتكلم في 45-46 مليار بتتكلم في مؤشر تنمية 45-47 وفي ظل أزمات ضرب سياحة وإيش رجيني وبينم في سيناء وبكافح إرهاب لا حدك هو في ظل حاصات ستين عام يعني إحنا اللي إحنا فيه النهاردة ده يمكن أنا رأيي وحيكم طبعا صلحولي لو أنا مخطئة أنا شايفاه أن ده مش أخطاء خمس ست سنين دي أخطاء فترات أكتر من كده بكتير ولرأيك إيه دكتور محمد ومما لا شك فيه أن هناك مخزون متراكم من التخازل ومن الأمور التي أدت إلى ألا تتبوأ مصر مكانتها التي ينبغي أن تكون بمعنى أنه لا يسأل